اشتركوا في القناة نحب نعرف أكثر عن شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان متى تأسست؟ ايش الهدف من وجودها الشبكة؟ شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان هي كانت خطة كبداية من المركز الفلسطيني للاستقلال المحامة والقضاء ودعتها تبنت فكرة وجود شبكة للدفاع عن كل شخص بدافع عن حقوق الإنسان تأسست هي في عام 2014 بتضم 250 عضو كمان مش بس بتضم أفراد هي بتضم مؤسسات حقوقية بتضم حوالي أكثر من 40 مؤسسة حقوقية بتدافع عن أي حقوق الإنسان هدفها الأساسي هي تدافع عن كل شخص بدافع عن حقوق الإنسان هذا اللي بميزها عن باقي المؤسسات الحقوق الإنسانية فإنه هي بتتبنى بس الدفاع عن حقوق المدافع عن حقوق الإنسان اللي هو المحامي، المقابي، الإعلامي أو أي مؤسسات مجتمعية بتدافع عن حقوق الإنسان يعني هم هذول الأشخاص أو المؤسسات أو الفئات اللي إحنا نقدر نحكيه أنهم هم المدافعين عن حقوق الإنسان من محامة وقضاء ومؤسسات مختلفة يعني وجودهم تحت ظل شبكة واحدة كيف هذا الشيء ممكن يخدمهم في عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان؟ أكيد إحنا هدفنا بالشبكة نوفر حماية قانونية من خلال المنسعة الحقيقة هو الإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان هذا كان بالتعاون من مركز مساوى وهو مركز الفلسطيني استقلال المحامة والقضاء عملت مشروع وهو الإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان هو مرفوع لسيادة الرئيس محمود عباس حتى يوقع عليه على إيش بنص هذا الإعلان؟ هذا بنص على الحماية القانونية بنود بالضم حماية قانونية لهذه الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان كيف نقدر نوفرهم حماية قدر ممكن لحتى أن يقوموا باجبهم لأنهم هنا باعتبار يقوموا باجب مهم بهذا المجتمع للدفاع عن حقوق الإنسان تمام، إذا نحكي بشكل عام عن حقوق الإنسان كيف تشوفوا واقع انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في مجتمعنا الفلسطيني في ظل الاحتلال والانتهاكات التي تعرض لها سواء كان المواطني بشكل عام أو حتى تحديداً النساء والأطفال في موضوع الاعتقالات وغيره يعني العديد من أشكال الانتهاكات يتعرض لها الشعب الفلسطيني كيف تنظروا لهذه الأمور التي تعرض لها؟ نحن ضمن الشبكة، أهم عمل أن نرصد أي انتهاك بتعرض فيه يمكن أن نحن لا نتطرق لحقوق الإنسان بقدر لا نتطرق لحقوق المدعفة يعني حقوق الإنسان بس بغض النظر نحن نرصد أي انتهاك بتعلق فيه أي مواطن فلسطيني خاصة زي ما حكيتنا نحن بضع سياسي، احتلال وظروف انتهاكات كبيرة فهدفنا أن ننشر وعي حقوق لكل إنسان كيف حقوقه يطالب فيها شيء الحق له، كمان إحنا في مجتمعنا ما في مناطق فيها جهل للحقوق في مناطق فيها خوف أن يطالب حقه فإحنا هون مندعم أن ننشر طوعية لهذه الناس كيف يطالبوا بحقوقهم شيء هي حقوقهم، وين يتوجهوا، شيء الإجراءات اللازم يقوم فيها فهي أهم أعمالنا نقوم فيها بالمؤسسة بالشبكة تمام، يعني أنت هنا تحدثين كمان عن ثقافة المجتمع في موضوع حقوق الإنسان إذا بمعنى أنه على إيش تشتغل موضوع الثقافة وموضوع التوعية حتى أنهم يقدروا يعرف المواطن بشكل عام الأساليب والأشكال اللي تنتهك فيها حقوق الإنسان حتى أنه يتوجه ويحكي ويشكي عنها بضم أعمالنا نقوم بحملات توعوية على المناطق المختلفة في فلسطين نحن ضمن الشبكة لدينا مقسمين لعدة محافظات كل أعضاء مقسمين لمحافظة خلال كل شهر نقوم باجتماعات دورية لحتى نحدد الأعمال اللازم نقوم فيها خلال هذا الشهر حملات توعوية نروح على المناطق المهمشة لنعطيهم مختلف المواضيع يعني قبل فترة كان فترة الانتخابات اللي كانت موجودة بالمحافظات فإحنا عملنا حملات توعية لحتى نوعي الناس كيف شو الانتخابات شو لازم نعمل يعني شو الإجراءات اللي لازم نعملها من الطرق بأهم مواضيع اللي هي بتهم المجتمع حقوق المرأة أي حريات أو حقوق معترف بيها دوليا أو حتى داخل مجتمعنا فإحنا هدفنا أن نوعيهم كيف يقدروا يطالبوا بهاي الحقوق تمام يعني بمعنى أنه في إنجازات لإلكم خلال تأسيس شبكة المدافعين الحقوق الإنسان حتى هاللحظة في إلكم إنجازات في إلكم ممكن قصص نجاح تقدر تخبرين عنها أكيد خلال هذا الشهر من اليوم العالمي لحقوق الإنسان عملنا حملة إلكترونية طبعا بالمساعدة مع مجموعتنا الأخرى موجودة في قطعة غزة لأنه إحنا مجموعتين مجموعة بالطفة مجموعة بقطعة غزة عملنا حملة إلكترونية بهذا اليوم لحتى نوثق جهود الدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان بشكل عام فكانت عن طريق حملة الهاشتاغ عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستجرام، كافة المواقع التواصل الاجتماعي بأول يوم أخذنا المرتبة الأولى عالمية اليوم الثاني أخذنا المرتبة الثانية حصلنا حوالي 260 ألف تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك تضامن يعني مش بس داخل فلسطين حتى خارج فلسطين فكان هذا أكبر إنجاز يعملنا لأنه حتى نوثق الجهود لحتى ندافع عن حقوق المدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان بشكل عام كمان نعملنا تضامن في مدينة الخليل لحتى نحصد جهود لنحصل على الإعلان المدافع عن حقوق الإنسان نحصل على توقيع الرئيس محمود عباس كمان في مدينة القلقيلة كمان اعملنا زي حملات توعية ورشة أعمال لهذا اليوم لنشر توعية بالواقع الحقوق في فلسطين بشكل عام تمام أخيرا هي محابين نعرف خطتكم لعام 2017 في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أكبر خطة محددينها هي نحصل على توقيع سيادة الرئيس بالشابع للإعلان المدافع عن حقوق الإنسان لأن هذا أهم شيء لنحصل على حماية قانونية للمدافع عن حقوق الإنسان كمان عندنا حطين خطة إعلامية لحتى ننشر ثقافة المجتمع لمعرفة حقوق المدافع عن حقوق الإنسان مين هو المدافع عن حقوق الإنسان بيقدر حدا كمان ينضم لألكم من خلال الخريجيين الطلبة اللي بيدرسوا بمجال المحامة والقانون أكيد محامة الإعلام والأي شخص ناشط حقوقي أو حتى بيشتغل بالمؤسسات المجتمعية بيقدر ينضم لألكم هل كان في أي توثيق معين في مجال العمل وأي شخص بدافع عن حقوق الإنسان أكيد بيكون في عنده وثائق معين كيف يتابعوا هذه الوثائق؟ كيف ممكنكم كما توثقوها حتى أنها تضمن رجوع الحق للأشخاص اللي ممكن تكون انتهكت حقوقهم والمدافعين عم بيشتغل هذا الموضوع؟ هلأ إحنا بالشبكة في عنا مؤسستين عنا عيادة قانونية داخل نطاق عمل الشبكة وعنا وحدة الرقابة وحدة الرقابة مهمتها أنها ترصد كل انتهاك بتعرض له الأشخاص بالمجتمع المدافعين حقوق الإنسان بتوثق كل شيء كل انتهاك ممكن يحصل بالمجتمع العيادة القانونية هون بتستقبل أي استشارة بتطلبها الشخص استشارات مجانية عن طريق هذه العيادة القانونية بتقدر ترفع قضايا وصار هذا الحكي رفعنا قضايا لجهات المعينة وحصلنا على أحكام من القضايا نحصل فيها على حقوق الأشخاص لانتهاكات حقوقهم فإنه مش إنه إحنا بنشر وعي كمان بقدر من خلال الناس أنهم يتوجهون المطالبة استشارات قانونية لحتى نحصلهم حقوقهم تمام أكثر أشخاص اللي بتتعامل معهم أو أكثر القضايا اللي يتابعوها المدافعين في موضوع انتهاك يعني إذا بتحكينا على أشكال من أو أساليب وسائل من وسائل انتهاكات في المجتمع بشكل عام يعني هلأ بشكل عام لأنه إحنا مخصصين لدفاع عن حقوق المدافعين حقوق الإنسان بشكل خاص نعم يعني هم عنيش أكتر شيء عن المحاميين اللي بتعرض فيهم الانتهاكات تعرض فيها أكتر شيء المحاميين الإعلاميين بشكل كبير خاصة بظروف السياسية الاحتلال احتقالات ضرب فهذا الشكل من أشكال الانتهاكات أكتر شيء اللي إحنا منتعرض فيه بمجتمعنا فهون إحنا منقوم بتوثيق كل حالة لننشرها واشو عم بيصير بالمجتمع ونقدر كمان أنه نرفع قضايا لنطالب بحقوق وحماية لهذا الأشخاص تمام فيه شيء كمان بتحب تحكينا عنه بخصوص شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وعن عملها وعن الأنشطة والفعاليات اللي كمان ممكنها تكون ضمن خطتكم المستقبلية إلى جانب حصولكم وإن شاء الله على الإعلام بكمان أنشطتنا مستقبلية إن شاء الله في عنا نحن نعمل مؤتمر شبابي حقوقي لمختلف الفئات رح نناقص الواقع الحقوقي في المجتمع رح نحكي كيف الانتهاكات الموجودة في مجتمعنا رح نرد نتحاول نتناقش نضع خطة جديدة لعملنا في المستقبل رح نعمل زيارة لمحاكم فلسطين بشكل عام لحتى نشوف واقع العمل في فلسطين بالمحاكم بالسلطة القضائية كمان عنا خطة إننا زيادة الحملات التوعوية على المناطق المهمشة في فلسطين لحتى نزيد الوعي الحقوقي بالحقوق لحتى نزيد كمان الوعي كيف المطالبة إنه بحقق إنه ما تشكت يعني في عنا مجتمعنا الناس أغلبها بتعرف حقوقها بس بالمقابل في خوف إنها الطالب إحنا عنا مشكلة خوف أكتر من إنه مشكلة وعي بالحقوق تمام كيف ممكن يتوجهوا لكم أو يتواصلوا معكم إحنا عنا صفحة على الفيسبوك حصل وإنه تقدمنا الناس الاستشارات قانونية وفي عنا كمان مقرها برام الله فبقدر أي شخص إنه يتواصل معنا تمام إحنا بنشكرك جزيلا شكر هي أنفتوح عضو في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان نتمنى لكم التوفيق نتمنى أنكم تحصلوا كمان على الإعلان للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشكرك جزيلا شكر نتمنى التوفيق للجميع شكرا لإلك هي ميساة سواحي مشاهدين متابعين معكم بهوانا الوطن بالمزيد من الفقرات المنوعة ولكن بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر